وحياهم ويعكلونها لا يهدون جار ولا يعطون قريب يعكلونها شوي وقصدير طيب هذه ضحية ياخن الجار فيها حق إذا بغيت تطلع ولا بغيت تروح ولا كذا خذك لي بيحدث هانا غير ضحية ما في مانع أنك تأكل من ضحيتك لكن ثلث يهدى وثلث يتصدق به وثلث تأكلها وتتدخره لكن انتهت هذه من العادات اللي فقدت أيضا بين الجيران كان في رمضان والله أني خابر كنا في حي العجلية في الرياض إذا منه قبل المغرب شفت هالبزران وهالطوافير وهالصحون يتبادلون الفطور هذا يودي الذول والله أنهم يتخالفون في الشارع فيها حيوية الآن سبحان الله العظيم حتى التحقيق بن أول يمن صار في غضيفة عند ابو عبد المجيد وحنا جيرانه حنا يا رجال الحضر واللي تخف نفسها من النسوان تحضر عند أمرته تساعدها وإذا خلصوا اللي حضرت تاخذ معها عشال بيتها والله أنه يسير بقدورهم على روسهم واللي ما جاءت يروح لها حقها في بيتها الآن سبحان الله بل بعض الناس ينتقد هذه العادة إذا كانت واحدة متمسكة بهذه العادة الجميلة وحققت جيرانها ورسلت ما ناكل الفضلة سبحان الله أليست نعمة تحترم أليست نعمة من الله عز وجل بها علينا بينما بعض الناس قد حرم من هذه النعمة العظيمة فيجب الحقيقة يا إخواني وإخواتي أن نعيد النظر في هذه الأمور يجب أن نعيد أواصر الترابط والمحبة والقربة نجامل بعضنا البعض حتى نحفظ هذه المودة ونحفظ هذه المحبة وش تقول يا أبو علي جاء الاختسب قلت العمرك أنا عشنا في حارة عندنا وجيراني لما نذكرهم كأنني أذكر أهلي إيش أهلي يعني الحقيقة ما شاء الله في مطر برة ما شاء الله عطر عطر يقول المطر ما شاء الله عطنزم على المطر ما شاء الله اللهم صيب النافع اللهم أمين يا رب اللهم صيب النافع كنا بنطرع عقب المغرب لكن كنا شكل السماء أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الأمطار وأن يجعلها صيبا نافع وأن ينفع بهذه بلاد المسلمين إنه على كل شيء قدير وبشركم الخير واجد ومخازر ربي ملعا ولكن الله يرزقنا الاستكانة والتوجه إلى الله عز وجل بقلوبنا وقال بنا إنه على كل شيء قدير تفضل يا أبو علي والله تعالى عمرك أنا قلت لك الجار هو أستشيره وأستشيره أخوي من بطن ربيت أنا أياه ببطن واحد وأخوي اللي أنا فيديه بقلبي وبعيني وبكل شيء أحيانا الجار هو المستشار لك أحيانا الجار هو الذي دفء لك لماذا؟ لأنه يرى أشياء ما ترىها أنت نعم وهذا حقوق الجار أن تقضي حاجته قبل يسألك قبل يكلمك قبل يكلمك أو رأيت عليه خلة تقول أستكن وجلس وأنا عندي الشان هذا هذا حقوق الجار بقدر ما تستطيع وهذا اللي حصل مع جيراننا جيراننا عشنا إحنا وياهم أخوان واصلنا قرابة والله كنا لا أكل سوى في الأغلب لا أكل سوى والملابس حقوق الأولاد بعضهم يلبس من ملابس الثاني أولادنا ولذلك أنا مسي من هذا الجانب على جاري العزيز والقريب وكل من عالم جيراني ترى لكن القريب بالباب بالباب عبد الله بن عمار أبو سعيد الله يمسي بالخير فهذا يعرف وش اللي يبيني بينه ويعرف ش اللي قدم لي وش اللي أنا ما قدمت أنا الشيء لكن وحياة صالح بن غيثان رحمة الله عليه اللي أنا قصيدته فيها لا تزال لحد الآن كان قائد للمنطقة الشرقية في سنة من السنين لحق على الخيول والدوريات وكان جريسه بن جلوي عشاء الله نطر عنه فكان يستشيرني في الصغيرة وفي الكبيرة حتى يكبرني كان جار فلذلك كثير الكلام هذا وأنا أقول بالنسبة للضحايا هذه كلامك سليم وأن الإنقطاع هذا ما هو طيب لكن أبشترك أنه أحيانا أننا نجتمع سوا وأن أكلها سوا بدل ما تعطيني أعطيك أنا أني أكل سوا وأن نروح في استراحة زي ما تفضلت سوا أن كان من الجيران وأن كان الأخوان لا والله أنا أشوف أن التوزيع هو الأولى هو المفروض لأن الثلث حق الهدية نعم المفروض أنه يؤطى للجيران أزيان نعم يعني فيه ناس في البيوت ما هم رايحين للإستراحة يمكن أن يروحون الرياجين يأكلون لكن اللي في البيوت لهم حق صحيح مثلا من ضحيتي جيراني لهم حقهم فيها وفيها بركة أيضا جيراني لضحيتهم أنا لي حقهم فيها صحيح أنا وأهل بيتي مو من الفقراء الناس كلهم خير نعم الفقير تتصدق عليه لكن ثلث الهدية وين وديته اللي هي السنة الحين مثالي أبو علي ولي هنا الأخوان الآن في رمضان يقوم بعض الناس دي من جاء العشر التوالي قال أبو تصدق الوالدي ما هي أبو عبد الله قال أبو تصدق الوالدي ذبح لذبيحة وسوها مندي وكلاهوية يا أياله وين تصدقها لا هذه وزعها الجيران يعني وزعها على الفقراء والمساكين أنت الآن ذبحن هالذبيحة تبقى أصدقتل الوالديك أو تبقى أصدقتلك وعنك وعن عيالك في هذا الشهر الفضيل ما تاكلها في بطرك يعني تصدق بها يا صدق أو لا يا شيخ أحمد أكيد نفسي أي فمشكلة الآن المفاهيم اختلفت الناس من أول على قلة علمهم إلا أنهم أفقه بنا في بعض المسائل اللي حنا اليوم يصدنا نجهلها أو نتجهلها بالمعنى الصحيح نسال الله نهدينا جميع أخلق من أبو سعود يا ربع ما عدنا ما تشوفنا الذاكرة بدت شوية فأنا قلت كأكم بيت هنا عن العيد والجيران وأنا أشرح بعانا نفسي لعلها تكون صحة للآخرين ما أو شرط أنا أتكلم عن صفها الحين بعض الناس يفكر أني أتكلم أنه جاني شيء لكنني أنراها لنفسي وأرضاها للآخرين فأقول العيد في لم القرائب والأحباب ما هو بعيد مجمعين الشوارد فلاني مجمع للشوارد ومغتاب ميرن صلمت في صلب الحديد المبارد ولاني من اللي ليدعي سكر الباب ولا من اللي لألف الضيفة شارد ولاني مدور للمحاقر بالأسباب ولاني من اللي ليطلب وجد بارد ولاني الجاري خاين كل ما غاب ولاني من اللي أشرب بكل ما غاب ولاني من اللي أشرب بكل مارد ولاني من اللي صدر بحقه كتاب ولا من السلطات دائما مطارد ولاني بسوق الدانية دوم جلام ولا بشيمات المعارض ثمارد ولاني من اللي ولاني من اللي ولاني من اللي دوروا بعدها جناب ولا بحقها ساب منهم تشارد الخير من ربي اللي من جاء الطلاب وابعد عن اللي شرهم دوم وارد يا سلام صحيح 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 بارك الله فيك هذه تحكي موضوعنا باختصار نعم شكرا لك بارك الله